الجدي اول اشي رح نشوف بشكل عام الشغل الدراسة السفر وكذا بعدين بندخل بالعلاقات العاطفية بالنسبة للشغل في امر معلق في امر ما تخذ في قرار وانت عم تستنى على احر من الجمر في الشغل في العمل وعم بيتم هذا الموضوع على خير في العمل صار في عندك شوية اللي هي انت واقف مكانك اليك فترة فحابب كتير انك تغير بشكل كتير كبير بشكل بتحاول حتى لو انت بنفس الشغل بتحاول تعمل تغييرات حتى لو بدكور المكان عم بتحاول انك تغير لكن انا بحكي لك انه التغير في الطريق بالنسبة للناس اللي بستنوا سفر في احتمال كبير انهم يسافروا عم بشوف ابراج مائية وطاقة برج التور او العذراء بالنسبة للناس اللي بدرسوا حباي بشويش في ملالة من الدراسة شوي في التهاء يعني عم تلتهوا بامور بلا طعمة فمش غلط انه من وقت للتاني انه الواحد يغير جو لكن ما تبعد كتير عن الدراسة لانها هي المخرج الوحيد تبعك لالهاي الفترة ما حيغير نفسيتك الا الدراسة عم تحصل على عم تحصل على نتيجة حلوة لكن مش كتير اللي انت تمنيتها لانه ضيعت وقت شوي بالفترات الماضية برج الجدي اذا اوراق بالعموم يعني مش سيئة منيحة خلينا نشوف العاطفة للعزاب اذا في شخص جديد هذا اه الشهر برج الجدي اذا للعزاب عم بشوفك محتار في حيرة من امرك ما عم يعجبك يعني وضعك عم تحكي باي باي لوضع وتروح او لشخص ممكن يكون في شخص او حياة جديدة عم تسناك لبرج الجديد لا في وراء فيو امل فيو بس شخص جديد يعني بدي اشي يأكد لي انه في شخص جديد شوف في شخص عم بيحاول يحكي معاك ولكنه بعرف طرف تاني لكن انت مش عارف او ممكن تكون عارف بس في ضلام في في غموض يعني على اغلب انت مش عارف انه هو عم بيحكي مع طرف تاني اه لكن عم ببلش اه يحكي معاك ممكن يكون في ارتباط مش كتير مبين فيه ارتباط لكن عم تتقلق يا برج الجديد عم تثبت وجودك فيه عم بيحسوا اللي حواليك بقيمة كبيرة لالك في شخص بيفكر فيك لكن ما حيبادر فيه يعني حاولت انه اطلع من الوراء بس اكتر من هيك ما عم يطلع اه معي مبين كمان انه انت مجروح ولسه ما تشافت يمكن عشان هيك ما عم يجي هذا الشخص الجديد في حياتك لانه الشخص الجديد شرط انه يجي لازم تطلع من الطاقة القديمة من شخص قديم كان مؤثر في حياتك فلما تطلع من هاي الطاقة رح يتحرك هذا الشخص ناحيتك فحاول بالفترة الجاي انك تستغل هذا الموضوع خلينا نشوف المتزوجين لبرج الجدي ايش ظروفهم هل في مشاكل هل في طلاق لا سمح الله اذا لبرج الجديد البرق اللي نزل معاي رح اقرأه اذا برج الجديد المتزوجين حبايبي في حمل كبير عليك او القراءة ممكن تكون عكسية في اللي هي مدفوعات مبالغ مالية مطلوبة منك فانت بتحاول هاي الفترة انك تغطي او تسد هاي الديون او قرض ممكن فعم يكون بالك كتير مشغول متزوجين من هذا البرج الاولاد عم يشغلوا بالك بشكل مش طبيعي وكأنه عم او واحد منهم ممكن يكون في طريق انت مش عاجبك فعم بتحاول انه تسيطر على الامور عم بشوفك عم بتسيطر عليها بالنسبة للشريك الشريك كتير مشغول في المواضيع المادية المواضيع العاطفية حاليا ما عم يفكر فيها عم بشوف شوية بعد اللي هي المشاعر عم بتكون شوي باردة من ناحيتكم عم يرجع لك شيء قديم من قبل وكأنه في شخص ثالث عم يدخل على الموضوع ممكن يكون عندك او عند الشريك يعني خلال فترة الملل هاي اللي انتو فيها او البرود عم بيدور الشريك عن شيء ينعش مشاعره او هو في طبيعة الحال عم يحكي مع الطرف الثالث بس في سعادة في نوع من السعادة وكأنه في فرحة حتدخل على البيت عم بتكون مسيطر حبيبي على اللي هي الأمور العاطفية عم تمتلك قلب الحبيب من بعد ما شاف هو الطرف الثالث وما عجبه او مل منه اللي هي فترة يمكن اسبوعين ثلاث عم يحكي مع شخص ويتركه بس عشان ينعش مشاعره ويرجع لك بمشاعر جديدة لانه انت رفيق الحياة انت بالنسبة له الاول والاخير يعني في الاول وفي الاخر هو عم بيفكر فيك انت الانسان اللي هتكمل معه كل الحياة عم بيشوف فيك عم بيشوف فيك الشخص اللي تحملت معه كل المصاعب فمش هاين عليه انه يغدرك او يخونك فعم بشوفه عم يرجع لعقله بشهر تموز وعم بيقدم لك ممكن هدية او حب حب زيادة عن اللازم يعني الشريك يا قبيض يا اسود يا من مرة بده يبعد يا اما يعني لما يقرب يقرب فعم يحصل على قلبك من جديد وعم تجددوا الحب اللي بناتكم اذا لبرج الجديد المتزوجين منهم في حمل في نسبة حمل للي عم يستنوا حمل من النساء لانه مبين فيه ولادة في بداية شي جديد في حمل للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش منفصيلين للمرتبطين اذا شونية الشريك وهل هو صافي ناحيتنا او في علاقات تانية في حياته لبرج الجديد في امكانية وجود علاقة ثلاثية لكن مؤقتة عم بتكون ما عم بتأثر كتير على الطرف اللي معانا الشريك في امل جديد في العلاقة وكأنه خبرية رح توصلك عن الشريك من من ناس تانيين يعني شوي حكيلك إياها هو كاتوم مبين عليه إنه شوي كاتوم الشخص وعم بيرتب أموره في في ضل يعني في ظلام في عم بيكون متكتم كتير على الخطوات اللي عم ياخدها عم يحاول يحل مشاكله لحتى يرتبط فيك القراءة ممكن تكون عكسية انت عم بتكون الأمور معك زابطة كتير الحظ عم يلعب معاك دور كبير بالنسبة للمرتبطين عم بيكون في فرص أخرى لكن انت عم يعني حابب إنك ترتبط في الشخص اللي معاك أكتر من الشخص القديم اللي كان قبل هيك لكنه عم يطلع على السطح يعني هذا الشخص القديم عم يظهر في حياتك لكن وحتى أكتر من شخص يعني كنت تعرفه من قبل طبعا عندك أو عند الشريك القراءة ممكن تكون عكسية عم يظهر لكن ما عم يأثر عم دمتمسكوا في بعضكم البعض عم بشوف حب حقيقي ممكن ينتج عنه عيلة في إمكانية ارتباط لبرج الجدي خلينا نشوف في قرار رح ياخدو الشريك ممكن يكون ارتباط في بشائر خير لبرج الجدي خلينا نشوف للمنفصلين من برج الجدي شو محبي لهم الوراق ناخد هات الوراق للمنفصلين في رجوع او لا وشو عم يشعر الحبيب في البعد وهل في علاقة ثلاثية او لا بيّن عندي انه في علاقة ثلاثية للمنفصلين في علاقة ثلاثية لكن في امل في الرجوع امل كبير من الطرف الآخر عم بيفكر انه يرجع بأي طريقة كانت عم بيحاول يقدم لك مصالح شغلات علشان انت تقبل انه يرجع عم بيكون في اتفاق وكأنه ارتباط او اتفاق على طبيعة العلاقة الجديدة اللي رح تعملوها سوا وممكن يعبر هذا عن علاقة ثلاثية كمان بالبداية ما رح يكون عم بيفكر بارتباط وامور من هذا النوع لكن فيما بعد ممكن تتطور الامور بشكل حلو اذا في امل في الرجوع في شهر تموت عم بتكون مشايف اي شي حواليك اي فرص بدك الطرف الآخر باي شكل هو عنده نفس الشعور ولكن ما عم ياخد خطوة كان بالفتر الماضي لكن الان هو جاهز للرجوع خلينا نشوف اذا في نصيحة ممكن نقدمها لبرج الجدي لشهر تموت اذا في نصيحة شو هي من الأوراق من الضخة الكونية من الكون عم بيحكي لك اعمل توازن اعمل توازن في حياتك اعطي شوي للروحانيات ما تكون بس اللي هو بتفكر بمادية او بالامور المادية كتير فكر بالروحانيات لانها ممكن ترفع طاقتك لدرجة انت ما بتتخيلها يعني بتخليك بتوصلك لمرحلة اللي هو بتخليك تحصل على كل اشي فتكون على قد هاي الطاقة وعشان توصل لهاي الطاقة بيقولك انت بعيد حاليا عن الروحانيات فحاول انك تكون اكتر روحاني بهاي الفترة لانه انت بحاجة لهاي الموضوع فببشرنا باشي ممكن الورق عم بنشوف كنت عم تنتظر وبالاخير عم تحصل على موضوع كنت تستنى فهذا كل اشي بالنسبة لبرج الجدي حبايبي بشوفكم بالفيديوهات الجاي فبدلك لألكم كلكم حبايبي اشتركوا في القناة